اشتركوا في القناة على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ في قرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعنامين استمرار المعارك في سلاح الإشارة لليوم الرابع والطيران الحربي يقصف أحداث الفاشر وكبكابية والزرق ردود فعل واسعة على تصريحات العطاء بشأن اختيار برلمان الشعبي من المقاومة الشعبية وتقدم تونفي صحة الوثيق المسربة المنصوبة لحمدوك حريق يقضي على عشرات المحلات التجارية بمدينة رهيد البردي وتزايد وفيات الأطفال والمسنين في كلمة بجنوب دارفور ارتفاع ددى النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 8.5 مليون واستنكار واسل الى اعتداء على قبور في مسجد قريب الله بأم درمان تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديمها محمد سليمان قصف الطيران الحربي التابع لجيش مساء الثلاثة أحداثا للدعم السريع في الاتجاه الشرقي للفاشر وقال مواطن من الفاشر لراجو دابنغا ان قوات الدعم السريع اطلقت المضادة العرضية في مواجهة الطيران كما قصف الطيران الحربي مناطق كبكابية والزرق بولاة شمال دارفور من جهتها قالت قوات الدعم السريع في بيان ان القصف الجوي على الفاشر وكبكابية والزرق بشمال دارفور ادى لمقتل واصابة عددا من المدنيين بينهم اطفال ونساء جاري حصرهم ولم يتسنى لراجو دابنغا التأكد من صحة المعلومة من مصادر مستقلة واضاف مواطن من الفاشر في هذا الخصوص عن سلاح الجو السوداني يضرب تجمعات لمددام السريع الشرقي الفاشر وسماء دويل المدعدات الأرضية تجاه سماع الفاشر وإستقلام كافة عنوال أسلحة الصغيرة والخفيفة وفي الاثناء واصلت قوات الدعم السريع حجومها على سلاح الإشارة ببهري اليوم الرابع على التوالي وأشرت مصادر عسكرية إلى حشد قوات الدعم السريع عددا كبيرا من القوات للحجوم على سلاح الإشارة من جميع المحاور كما نشرت مقاطي فيديو قالت إنها لمسافة قريبة من الموقع وفي الاثناء جددت قواتها هجومها لكبر ود البشير في أمدرمان الذي سيطرت عليه القوات المسلحة في وقت سابق أثارت تصريحات مساعد القائد العام للجيش الفريق ياسر العطى بشأن انتخاب لجان قاعدية من المقاومة الشعبية في كل المناطق وصولا لتشكيل برلمان شعبي رتوط في الواسع وأعلن خلال مخاطبة في سنار مساءة ثلاثة استعدادهم لإجراء انتخابات خلال شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بمراقبة أممية ودولية وعضى في هذا الخصوص بكل ولاية يا أخوانا من المحليات من محليات الملاية تخبو يا أخوانا لك من المحليات تمثل الولاية وتكون برلمان الملاية برلمان الشعب من الولاية قال النور الدائم طاها القياد بالكتلة الديمقراطية إنهم لم يستلموا أي موقف سياسي مكتوب من القوات المسلحة بشأن حديث الفريق أول ياسر العطة وقال طاها في مقابلة مع راديو دبانغا إنه ما لم تتفق القوات السياسية وتتقس قرارا استراتيجيا بتولي العملية السياسية تظل القوات المسلحة تلعب دورا ومسؤولية عن حماية البلد وأمنه وإستقراره وأضاف في هذا الخصوص المسؤولية هي مسؤولية القوات السياسية القوات السياسية ما لم تتفق ما لم تجمع رويتها ما لم تتقس قرارا الاستراتيجي بأن تتولى الأملية السياسية يظل القوات المسلحة بيالأبدور ومسؤولية من جانبه اعتبر أضواء المجلس المركزي لقوى الحرية وتقيير ماهر أبو الجوخ أن تصريحات العطة هي المشروع المخفي لقيادة الجيش منذ بداية الحرب وإعتبر الجوخ حديث العطة محاولة للتنصل من الحديث الذي أدلى به مؤخرا من أن العسكريين لن يسلموا السلطة إلا لحكومة منتخبة وعضا في هذا الخصوص من جهاتها أعلنت لجان المقاومة الموقعة للميثاق السوري رفضها القاطئ لتصريحات ياسر العطة وإعتبرتها محاولة لاستبدال لجان المقاومة بالمقاومة الشعبية اندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح عمس العربعة بالجزء الشرقي من سوق مدينة رحيد البردي بولاية جنوب دارفور ما أدى لاحتراق عشرات المحلات التجارية وقال حافظ أحمد زكريا صاحب أحد المحلات التجارية إن الحريق شبى في الساعة الثالثة والنص صباحا دون أن يتم تحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاعه في وقت كان السوق فيه مغلقا وأشار حافظ أحمد في حديث لراديو دابنقة أن الحريق خلف خسائر تقدر بما يفوق 150 مليون جنيه سوداني وأضاف في هذا الخصوص المورد هرقت مبارا حول الساعة الثالثة والنص صباحا وفيها أشياء كثيرة تقدر بـ 150 مليون والآن هسي جيبوا أبيرتها ستة بابور وطوكتوغين وسبعين جوال إش وربعين جوال أفور وخمسة وعشرين جوال إش اتهم عن متحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم دكتور على عدين نقود عناصر النظام المبات والحركة الإسلامية بأنهم وراء فبركة وسيقة ونسبتها زورا وبحتانا لحمدوق وأتجمع المحنين وقال نقود لراديو دابنقة إن الوثيقة المسربة بشأن حل أذمة الحرب في سودان وزعت باعتبارها مقترح دفع به رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم دكتور أبدالله حمدوق وتجمع المحنين السودانين وقال إن القرض من ذلك قطع الطريق أمام الجهود التي تقوم بها تقدم لوقف الحرب تداولد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطي فيديو تظهر نبش قبور في مسجد الشيق قريب الله بأم درمان وقال إبراهيم المرغاني في تدوين على منصة إكس إنما جرى جريمة تثبت وتؤكد خطورة التطرف والجماعات الإرحابية بالسودان وقال إن الجماعات الإرحابية الآن هي جزء من القوات في الميدان مشيرا إلى قطع الرؤوس ونبش القبور في المسايد والاعتداء لعضرحة الصالحين كشفا نازحه معسكر كلمة الولايات جنوب دارفور أن تزايد معدلات وفيات الأطفال والمسنين بسبب سوء التغزية وقال إسحاق محمد أبض الله رئيس معسكر كلمة لراديو دابنقا إن المواطنين يمكثون فترة طويلة في مقابر المعسكر بسبب تزايد عدد الوفيات وأشار إلى تفشي الإسحالات وسط الأطفال مع الإنعدام التام للغزاء ودعا لإسراء بفتح الممرات الإنسانية لتوصيل الإيقاثة للمعسكرات كما ناشد المجتمع الدولي بتدخل العاجل لتقديم المساعدات وأضافي هذا الخصوص وفي أولا جنوب دارفور أيضا أكد أبد الرحمن أبض الله بخوري رئيس معسكر النازحين بكاس تزايد معدلات سوء التقذية وسط المسنين والأطفال وقال بخوري لراديو دابنقا إن جملة حالات الإصابة بسوء التقذية وسط الأطفال في المنطقة تبلغ مية حالة وأوضح أن أقرب مركز لمعالج السوء التقذية يدبع لمنظمة كير يقع في منطقة كالوكيتينج بجنوب جبل مرة التي تبعد أكثر من عشر كيلو مترات من كاس ونبه إلى أصعوبة الوصول إلى المنطقة وارتفاة تكاليف الترحيل ودع المنظمة لفتح فرع للمركز في كاس حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من خدماته يعيش العملون بولاة جنوب دارفور أوضاء وظروفا صعبة بسبب عدم صرف مرتباتهم كاملة لمدة 11 شهرا وقال أبد الرحيم حساب وهو أحد المعلمين بمدينة نيالة بولاة جنوب دارفور لراديو دابنغا أن العاملين بالدولة وخاصة المعلمين صرفوا 60% من مرتبات شهر مارس أبريل ومايو وما زالوا في انتظار صرف بقية مستحقاتهم وقال إن تحويل المرتبات يتم عن طريقة تجار ويتم قصم عمولة التحويل من مرتب أي معلم وعضاء في هذا الخصوص يعني واحد يمشي ثلاثة أربع يوم ما يلقى مرتب وفي بعد زي ما نقوله خالد من الفريجيات واحدة مرتبة مع لاحق ما بين 14 ل 17 ألف تتخيل بس يعني هي زولة في الريجة مرتبة مع لاحق لـ 20 ألف وفي ولاية وسط دارفور شكى النازحون في معسكرات طورو مما جعا وشيكا في حل عدم وصول المساعدات القزائية وقال نصر الدين أبد المنان أحد شباب المنطقة لراديو دبانكا إن النازحين لم يزرؤوا خلال الموسم الماضي بجانب أدم توفر فرص العمل وأدم صرف مرتبات العاملين منذ اندلاء الحرب وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار حيث بلق سير جوال السكر 120 ألف جنيه وكرتونة الصابون 30 ألف جنيه وباقت الزيد بـ 36 ألف جنيه وأضاف نصر الدين أبد المنان في هذا الخصوص إعتمدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية في أقليم دارفور في اجتماع لها مساء الثلاثاء أجندة أقدر الملتقى التحضيري الذي سينظم حضوريا في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور بجانب مشاركة بقية المشاركين أبرى الوسائط وقال جمال آدم أضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور إن اللجنة حددت ما يلمقبل لأقدر المؤتمر وقال إن الملتقى التحضيري سيبحث معايير المشارك والأطراف التي ستشارك في المؤتمر مؤكدا إن المؤتمر لا علاقة له بالحرب الدائرة بل يحدث للفت عنظار المجتمع الدولي وأضاف في هذا الخصوص وصلنا لأنه الأمر يجب أن يكون في موقع الحدث لما له من أثر كبير في توصيل الصوت ولكشف الحقيقة والواقع للمجتمع الدولي والمحلي والإقليمي وللمواطن المغلوب على العمر الموجودة في دارفور كشفت منظمة تحيير الدولية عن ارتفاع عدد النازحين واللاجئين منذ اندلاع الحرب إلى نحو 8.5 مليون شخص وارتفع عدد النازحين الآن الأسبوع الماضي بنحو 38 ألفا كما زادت حركة عبور الحدود إلى دول الجوار بنحو 37 ألفا وقالت منصوفة تتبع النزوح في السودان التابعة لمنظمة الحجرة الدولية في تقرير صدرهم الثلاثة إن عدد النازحين في السودان ارتفع إلى 6.5 مليون فردا بينما بلق عدد الذين أبرى الحدود إلى دول الجوار نحو مليوني شخص كشف النائب العام الفاتح محمد طيفور إصدار توجيهات لوكلاء النيابة منذ بداية الحرب بعدم التقييد بالاختصاص المكاني في قضايا الاختصاب والعنف الجنسي وأكد خلال اجتماعه مع وفد من حملة معن ضد الاختصاب والعنف الجنسي بمكتبه في مدينة بورسودان يوم الثلاثة إصداره توجيهات بأن يتم التحقيق في تلك القضايا بواسطة النيابة والتحماية الأسرة والطفل وإمكانية الإجحاط في حالات الحمل للناتج عن الاقتصاب حسب القانون وقال إنه وجه أيضا بضرورة قلق شراكات عمل والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني العاملة في نفس المجال الخبر الأخير في النشرة كشفت مصادر من وادي حلفة بالولايات الشمالية أن استمرار الترحيل السودانيين بشكل يومي من مصر لأسباب متعددة من جهة أخرى شكت سودانيون العالقون في وادي حلفة من تزايد عمليات السمسرة ودفع مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة مليار جنيه سوداني للحصول على التعشيرة وكانت السلطات علقت القبض على ستة أشخاص متورطين في عمليات السمسرة وأشارت المصادر إن النائب العام لجمهورية السودان الفاتح طيفور سيزور وادي حلفة يوم 29 مارس المقبل أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي ودمتم بخير